فطوة جديدة إلى الوراء في ملف تشكيل الحكومة في لبنان المعلق منذ أغسطس الماضي فرسالة الرئيس ميشيل عون إلى البرلمان بشأن التأخير في هذا الملف أسهمت في زيادة الشرخ بين الأفريقاء وتحديداً بين فريق عون وفريق رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وتحت قبة البرلمان هذه المرة تبادل كل من الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الاتهامات بالتعطيل وخرق الدستور فهل بات تشكيل الحكومة في لبنان شبه مستحيل؟ وما هي السيناريوهات المرتقبة؟ ترجمة نانسي قنقر كثرت بالفعل محطات هذه الأزمة ونناقش ما جرى خلال الساعات الماضية مع ضيفانا من بيروت منصق الإعلام في تيار المستقبل عبدالسلام موسى ومنصق جبل لبنان في تيار الوطني الحر ربيع طراف أهلا بكما معنا في غرفة الأخبار ليلى أستاذ عبدالسلام أمال كبيرة علقت لربما على الساعات الماضية وعلى إمكانية تذليل العقبات على الأقل احتراما لما يعيشه الشعب اللبناني من مآس ما الذي حققته هذه الجلسة؟ أولا كل اللبنانيين يأملون أن يتم الخلاص من هذه الأزمة الحكومية لكن للأسف فريق رئيس الجمهورية يمعن يوما بعد يوم في إذانة نفسه أمام اللبنانيين بالتلهي بأمور لا تؤدي إلى تشكيل الحكومة ومنها الرسالة التي أرسلها رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب وهي حقه الدستوري وليس هناك أي نقاش في هذا الأمر المشكلة اليوم أن السحر انقلب على الساحر والهدف من رسالة رئيس الجمهورية لإحراج الرئيس الحريري لإخراجه بعد كل المحاولات التي قام بها رئيس الجمهورية وفريقه السياسي لتطفيش الرئيس الحريري أو لدفعه إلى الاعتدار والتي لم تؤدي إلى نتيجة نتيجة ثبات الرئيس الحريري على معايير الدستور وعلى معايير المبادرة الفرنسية لتشكيل حكومة مهمة من الاختصاصيين حدد اليوم في خطابه في مجلس النواب خطتها الاقتصادية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا الانهيار الذي نعيشه اليوم لكن أستاذ عبدالسلام الفريق الأخر يقول أن هذه الرسالة أتت في محاولة لتحريك المياه الراكدة بعد كل هذه الأشهر التي فشلت بتحقيق أو بالتوصل إلى حكومة تحريك المياه الراكدة يتم بالعودة إلى الأصول الدستورية التي تحدث عنها رئيس مجلس النواب نبيه بالريف التوصية التي رفعها في خلاصة الجلسة النيابية ما نحن بصدده اليوم هو ما تحدث عنه الرئيس المكلف سعد الحريري عن محاولات لتعديل الدستور وإذ لم يتم هذا الأمر فإننا نقوم بالتعطيل لممارسة تغيير الدستور الفريق رئيس الجمهورية اليوم يتعاطى مع الأمور وتعاطى طوال الفترة السابقة بالسوابق الدستورية التي قام بها من سابقة استدعاء رئيس الحكومة عبر الشاشات إلى سابقة إرسال دراج إلى بيت الوسط إلى سابقة تسريب فيديو بشكل هادف لاتهام رئيس الحكومة المكلف بالكذب قام بالعديد من الممارسات في هذا السياق لمحاولة تنئ الرئيس الحريري عن هذا الأمر في الوقت الذي التزم الرئيس الحريري بمهامه ومسؤوليته وبصلاحياته حسب الدستور في موضوع تشكيل الحكومة وترفع عن كل هذا الأمر المشكلة اليوم أن هناك ابتزاز يمارسه التيار الوطن الحر من خلال التعطيل لفرض نظام رئاسي يتم التعاصل اليوم مع الجميع على أن هناك نظام رئاسي سأعود إلى هذه النقطة معك أستاذ ربيع أهلا بك معنا أيضا إلى هذا الحوار ما الذي أراده الرئيس ميشيل عون من هذه الرسالة حقيقة وهو يعلم جيدا أن إزاحة الحريري غير ممكنة مسأل خير لحضرتك ولضيفك الكريم أول شي فخامة الرئيس ما كان طالب من الرسالة إذا نقرأ الرسالة كتير منيح تنحي الرئيس الحريري أو الرئيس المكلف عن مهمته بالعكس كان عم بحط مجلس النواب أو السلطة التشريعية اللي بتضم الكتال النيابية يلي تفضلت وسمت الرئيس المكلف ويلي مفترض أنه يتشاور معها لتقليف الحكومة ومفترض أنه هي رح تعطي سئة لها الحكومة كان عم بحطها قدام مسئولياتها لحتى يحاول يحرك الركود يلي كان موجود بملف الحكومة لأنه كان عندنا جمود قاتل نحن بوضع اقتصادي سيء جدا ما بيحمل لا غنج ولا بيحمل أنه نقعد نتهجم على بعضنا لكن مجلس النواب هو المسؤول أستاذ ربيع هو المسؤول اليوم عن ما يحصل يعني خلينا نكون واضحين كمان يعني التعطيل بسبب لا منه هو المسؤول أبدا سيدتي منه مسؤول إنما نحن أمام سلطة تنفيذية معطلة من خلال حكومة مستقيلة ورئيس مكلف ما عم بيقدر ينجز المهمة بتقليف الحكومة حابة فخامة الرئيس من ضمن الصلاحيات والدستورية أنه يتوجه لمجلس النواب يلي بضم الكتل النيابية يلي قادرة هي تتحرك وتتفاعل مع الرئيس المكلف لحتى نقدر نخرق أو نفتح نفتح عفوا نخرق هذا الجدار يلي كان نسكر بموضوع تقليف الحكومة وافتكر أن الرئيس برية كمان عم يعمل شغل بهذا الموضوع بس الأهم هو يلي سمعناه اليوم بالجلسة أكتر من أنه الرسالة بحد ذاتها اليوم سمعنا خطبين خطاب عقلاني هادئ بيوضع قصص سليمة لتقليف حكومة للمدى المنظور أو للمدى الأصير وحل للمدى الطويل لأنه نحن ما فينا نضل على ضمن أزمة حكم طويلة الأمد بتقليف الحكومات شو الغلط بالطرح يلي طرحه الوزير باسيل ما أنه طرح أنا طرح لبعدين أنه يكون فيه مهل زمانية لرئيس الجمهورية يلي بتلزمه بفترة زمانية لدعوة الكتال النيابية وإجراء الاستشارات النيابية الملزمة وبتلزم رئيس الحكومة كمان بمهلة زمانية ما بتتعدى الشهر لتقليف الحكومة أحسن ما نظل موجودين بالوضع الذي نحن فيه اليوم سأعود لربما إلى هذا الطرح الذي وصفته بالحل اليوم الذي قدمه جبران باسيل خلال هذه الجلسة لكن خلينا نتوقف مع المشاهدين عندما قالوا اليوم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري خلال هذه الجلسة هو يؤكد أن رئيس الجمهورية يريد تعديل وتغيير الدستور وتعطيل الحياة السياسية في البلاد والأخطر من ذلك يقتل أي أمل أمام اللبنانيين بوقف الانهيار الذي يعيشونه جميعا في يومياتهم الاجتماعية والاقتصادية هذا كلام خطير جدا وصد ربيع رأى البعض فيه أنه كانت الغاية من هذه الرسالة إحداث لربما انقلاب داخل البرلمان ضد الرئيس الحريري كان الأجدى بالرئيس الحريري أنه يتلقف هذه الخطوة اللي عملها فخامة الرئيس ويطلع اليوم يطرحنا على أو يصارح اللبنانيين بحقيقة الأسباب الحقيقية اللي بتمنعوا من تقليف الحكومة لأنه واضح أن الرئيس الحريري عاجز عن أنه يقلف هذه الحكومة يمكن مش لأسباب داخلية يمكن لأنه ناطر كان غطى دولة أو غطى إقليمي خليجة ما عم بيقدر يتأمن هذا الغطى فكان الأجدى بالرئيس الحريري أنه يتلقف هذه الخطوة وأنه يفتح مجال يصير في حوار داخلي أستاذ عبد السلام ممكن ينتج حكومة ويتلقف حديث الوزير جمبلات من يومين طيب عظيم خلينا نسأل أستاذ عبد السلام لماذا لم يتلقف رئيس حكومة المكلف سعد الحريري لربما ما ورد في رسالة رئيس الجمهورية أو ما قالوا على ما يذكر أستاذ ربيع الآن سيد جمبلات قبل أيام أولا الوزير جمبلات عبر عن رأي شخصي وهذا أمر يعنيه ونحن نحترم رأيه ولكن الرئيس الحريري يعمل وفق أجندته وأكد اليوم في مجلس النواب أنه يريد أن يشكل حكومة التي يريدها اللبنانيون لإنقاذ الوضع ولن يشكل حكومة يريدها أي فريق سياسي لا التيار الوطني الحر ولا غيره أما بالنسبة لرسالة رئيس الجمهورية فقد تلقفها الرئيس الحريري بصدر رحب ورد عليها واضعا إصبعه على الجرح في مكاشفة ثانية مع اللبنانيين بعد المكاشفة الأولى التي قام بها في ذكرى الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط وسرد كما هائلا من المعلومات عن وقائع الجلسات التي عقدها مع رئيس الجمهورية والأسباب التي كانت تحول دون تشكيل الحكومة نتيجة تدخلات من هنا وهناك من قبل حاشية فريق رئيس الجمهورية وخصوصا عندما كان الرئيس الحريري يتفق مع الرئيس عون على أمر ما وبمجرد خروجه من قصر بعبدة ووصوله إلى بيت الوسط في فترة 10 دقائق كان يتم الاتصال به لتغيير هذا الاتفاق نعم المشكلة اليوم أن رئاسة الجمهورية مخطوفة ورئاسة الجمهورية تحولت إلى مؤسسة حزبية للتيار الوطني الحر وتتعاطى كطرف بين اللبنانيين وليس حكما وما قاله اليوم الوزير باسيل إذا لحظنا كان تكرار ممل للدعاية العونية ولبيانات التيار الوطني الحر طوال الفترة الماضية في الوقت الذي احترم الرئيس سعد الحريري عقول اللبنانيين وقدم لهم بالوقاع والحقائق مكاشفة جديدة حول الأسباب التي تحول دون تشكيل الحكومة ووضع أصبعه فيها على الجرح لكن الأستاذ عبدالسلام اليوم مقلوب من الفريق الآخر الأستاذ ربيع قبل قليل لو سمحت لي فقط حتى نوضح هذه النقطة اعتبر أنه أهم من ما جاء في الرسالة ما عرض اليوم خلال هذه الجلسة على لسان رئيس أتيار الوطني الحر جبران باسيل اعتبر أن ما قدموا باسيل اليوم يشكل حلا طويل المدى أو طويل الأمن شو رأيك؟ لا أعتقد أن ما قدمه باسيل يشكل حلا لأن الدستور لا يمكن أن يعدل على مزاج الوزير باسيل وعلى حساباته السياسية لإحراج الرئيس الحريري أو لإحراج غيري هناك دستور واضح المطلوب الالتزام به المطلوب تطبيق هذا الدستور والرئيس الحريري طوال فترة تشكيل الحكومة الأشهر الماضية مارس كل الأصول الدستورية بالشراكة مع رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة وعقد معه 19 اجتماعا وتشاور معه بكل الأسماء لكن للأسف كان واضحا وكما هو واضح للجميع كما هو واضح لكل المبادرات الداخلية التي أطلقت إن من رئيس مجلس النواب نبيه بري أو من البطريارك المروني مارب شارة بطرس الراعي السبب وراء عدم تشكيل الحكومة وهو احتجاز توقيع رئيس الجمهورية كرمة لعيون الصهر جبران باسيل مرة جديدة واليوم الرئيس الحريري اغتنم الفرصة للتسكير بالمسار التعطيلي الذي يمارسه فريق الطيار الوطني الحر سواء عندما يكون في الحكم أو خارج الحكم بالنسبة للاستحقاقات الدستورية تارة باستحقاق رئاسة الجمهورية تعطيل لسنتين ونصف تحت معادلة ميشيل عون أو لا أحد وتارة بتشكيل الحكومات تحت شعار كرمة عيون الصهر عمرة ما تكون حكومة إذ لم يأخذ ما يريد اليوم انتهينا من هذا الأمر نريد إعادة تشكيل الحكومة إلى مساره الدستورية السليم وعلى رئيس الجمهورية تلقف هذا الأمر كي تمضي هذه السنة الأخيرة من عهده بسلام على اللبنانيين فليرأفوا باللبنانيين الذين ينتظرون هذه الحكومة اليوم قبل الغد ولو شكلت في الأشهر الماضية لكان وضع لبناني اليوم أفضل بكثير من الذي نعيشه اليوم رئيس التيار الوطني الحرج برام بستيل حتى لا نغيب عن ما قاله خلال هذه الجلسة يقول أن الرئيس عون لم يكن يهدف لصحب تكليف الحريري من خلال رسالته إلى البرلمان يضيف أنه لا يمكن القول أن الرئيس المكلف يؤلف ورئيس الجمهورية يوافق كما لا يمكن القول أنه يمكن تأليف حكومة بدون التواصل مع الكتل النيابية ويضيف الأعذار الوهمية المعطات لا تغطي على الحقيقة أستاذ ربيع البعض يتهم باسيل مباشرة بتعطيل تشكيل هذه الحكومة البعض يقول لو وقف باسيل جانبا وكانت المحادثات فقط بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لكنا أمام حكومة في لبنان منذ زمن ما تعليقك على هذا الكلام؟ كلام الوزير باسيل اليوم كان كتير واضح أنه نحن كطيار وطني حر منا طالبين نكون موجودين بالحكومة ونحن فوضنا فخامة الرئيس بالتفاوض وكان واضح كلام الوزير باسيل أنه فخامة الرئيس ما عم بيطالب لا بتلت معطل ولا حتى عم بيقف عند حقيبة معينة بس فيه أصول دستورية لتقليف الحكومات بس أنا بدي أعلق شوي على الكلام ضيفك الكريم اليوم بكلمة الرئيس المكلف كتير كان فيه كلام عن حكومة الرئيس السلام كنت بتمنى أنه يكون عم يحكينا عن حكومة تبعيته الرئيس الحريري وشو ناوي يعمل فيها أكتر ما يحكينا عن حكومة الرئيس السلام وحكي عن تعطيل الرئاسة وحكي عن فترات قبل حتى انتخاب خغامة الرئيس وحضرتك كمانا قالت أنه موقع رئاسة الجمهورية مخطوف بس فات الرئيس المكلف أو ذاكرته خانته عن الفترة الزمنية يلي حضرته كان مخطوف فيها ويلي طلع استقال فيها من خارج الأراضي اللبنانية وموقع رئاسة الجمهورية يلي رجع اشتغل على أنه يرده على لبنان وما قبل أنه رئيس حكومة لبنان يستقيل من خارج الأراضي اللبنانية أستاذ ربيع إذا بدنا نرجع والوزير جبران باسيل يلي عن يتقى تعطيل لا معلاش سيدتي لمن بدنا نقول دائما عندما نريد أن نحل مشاكل نعيشها في لبنان اليوم نعود لنذكر بعضنا بأمور قديمة سبقت مع العلم أنه اليوم كأنه الطبقة السياسية وما يديرها اليوم يعيش في كوكب آخر عن ما يعيشه اللبناني وعن ضرورة التوصل لحكومة اليوم يعني لربما تأتي بالمساعدات أولا اللي يحتاجها لبنان الآن صحيح بس أنا عم بقارنة بسيطة بين كلمتين صاروا بالمجلس اليوم كلمة بتحكي عن الواقع اللي نحنا فيه بتحاول أن أتحط قصص سليمة لنلاقي حل نقلف حكومة بالتشاور ما بين الرئيسين الكلمة الثانية بتحكي عن حكومة الرئيس تمام سلام وعن تعطيل الرئاسة وعن مرحلة زمنية بتختلف كتير عن المرحلة اللي نحنا عايشين نحنا اليوم الناس مش ناطرتنا نسمع هذا الحديث ناطر الحل العالم اليوم بوضع اقتصادي سيء مفترض على الرئيس الحريري أنه يفرجينا تشكيلة الحكومية اللي من الـ 24 وزير كلنا بنعرف أنه من بعد اللقاء الأخير يلي صار بالأسر الجمهوري ورئيس الحريري الطريقة يلي وضع فيها تشكيلته الحكومية يلي كانت يمكن عبق صارت عليه تشكيلة الـ 18 وزير يلي صارت بورانا كلنا بنعرف أنه الكل اتفق على حكومة من الـ 24 وزير لليوم نحنا ما بنعرف شي عنه لليوم لا غبطة البطرك يلي عم يحكوا عنه ولا الرئيس الفرنساوي ولا وليد باك جنبلات ولا الرئيس بره ولا فخامة الرئيس بيعرف شي عن حكومة الـ 24 وزير أو شو طرحه للرئيس المكلف بخصوص هذه الحكومة طيب نحنا كيف بدنا نقلف حكومة ما بنعرف أسماء ما بنعرف كيف موزعة ما بنعرف هود الأشخاص مين نسميهن هو رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تأكد اليوم في كلامه أنه لن يشكل الحكومة سنتابع موقفه معنا يقول لن أشكل الحكومة وفقا لرغبة الرئيس أو رغبة أي فريق سياسي يضيف لن أشكل الحكومة إلا كما يريدها وقف الانهيار الذي يتآكل اللبنانيين على ما يبدو الرئيس الحريري يريد بطبيعة الحال حلا يصب في مصلحة اللبنانيين اليوم يريد حكومة تشبه اللبنانيين حتى ما تابعوا جلسة اليوم يعني للأسف جميل جدا هذا الكلام أستاذ عبد السلام لكن ماذا لو استمر الفريق الآخر بتمسكه بشروطه ماذا لو استمر معه أيضا الانهيار ورفع الدعم اللي ينتظر اللبناني بعد أيام على المواد الأساسية هل يبقى الحريري رئيسا مكلفا ويبقى تشكيل الحكومة معطلا أولا أشكرك على العودة إلى خطاب الرئيس الحريري لأنه رد على مقاله الزمير الربيع عرضت كل ما قيل في هذه الجلسة ما أقصد قوله أن هذه الفقرة بالذات ترد على مقاله الزمير الربيع منذ قليل عن أن الرئيس الحريري تحدث عن أمور في الماضي ولم يتحدث عن خطته للحكومة وما يريد أن يقوم به الرئيس الحريري اليوم كان واضحا ورسم خارطة طريق واضحة للإنقاذ وفق المبادرة الفرنسية التي التزم بها الجميع اليوم الرئيس الحريري منفتح على كل الاتصالات الحاصلة والرئيس الحريري قدم تشكيل حكومية عندما استدعاه رئيس الجمهورية إلى قصر بعبدة ولم يكن في انتظار أحد ولا في انتظار أي جهة خارجية وضع تشكيل حكومية بعهدة رئيس الجمهورية للمرة الثانية بعد أن وضع بعهدته قبل أشهر كثيرة وقال في خطاب 14 شباط أنه منفتح على التغيير في الإسماء والوزارات لكن كل المحاولات لدى رئيس الجمهورية هو الذهاب إلى تفخيخ هذه الحكومة بالسياسيين عند سؤاله الدائم للرئيس الحريري إذ كانت أسماء الوزراء الشيعة مثلا تحظى بموافقة حزب الله أو أسماء الوزراء الوزير الدرسي تحظى بموافقة وليد بيك جمبلات وإلى ما هناك الرئيس الحريري كان واضحا اليوم أننا نشكل حكومة اختصاصيين وهو المكلف بتشكيل الحكومة بالشراكة مع فخامة رئيس الجمهورية اليوم مطلوب حكومة مهمة اللبنانيون ما عادوا يملكون طرف إضاعة الفرص المبادرة الفرنسية أمنت فرصة لإنقاذ هذا الوضع وحتى اللحظة الجميع يتحدث عن الالتزام بالمبادرة الفرنسية لكن عند التطبيق نعتمد اللف والدوران ونعتمد الحديث عن شماعات طائفية ومذهبية عن حقوق المسيحيين وعن صلاحيات رئيس الجمهورية بالوقت الذي نجد أن رئيس الجمهورية لديه الصلاحية الأكبر وهي التوقيع على تشكيل الحكومة بما يحول دون أن يستطيع رئيس الحكومة المكلف أن يشكل الحكومة إذ كنا نريد تعديل الدستور من أجل تشكيل الحكومة بشكل سريع فهذا تعديل الدستور يحتاج إلى بحث من كافة الجوانب وليس على هوى الوزير بسيل يعني المؤكد أن الجلسة انتهت بتأكيد رئيس البرلمان على ضرورة المضي قدما وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلف للوصول سريعا إلى حكومة شكرا جزيلا لضيفي الليلة من بيروت منصق الإعلام بتيار المستقبل عبد السلام موسى ومنصق جبل لبنان في التيار الوطني الحر ربيع طراف على أمل أن لا نكون عدنا اليوم مع هذه الجولة إلى النقطة الصفر شكرا لكم مشاهدين على المتابعة انتهت ملفات غرفة الأخبار لهذه الليلة غدا ملفات جديدة إلى اللقاء